شيخنا الأخ طاها من ليبيا عنده نازعا نازع طلب العلم ونازع طلب الرزق نعم لا تعارض بين الأمرين فلابد أن يحرص الإنسان عليه ما معا وأن ينتج فيه ما معا فهو آتاه الله سبحانه وتعالى عقلا وجوارحا ليكون خليفة في الأرض ولينتج ويثمر فيقسم وقته وينميه ويثمره وقت لطلب العلم ووقت للعمل الصالح ووقت للحسن إذن حسنة إدارة وقت حسنة المعادة درهم المعاش نعم إدارة وقت وأيضا الرجوع إلى أهل العلم وأهل الصلاح والالتزام والمصاحبتهم كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فمثلا أنت عندك في ليبيا سماحة المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ومن معه من العلماء علماء كبار ومربون ومجاهدون وصادقون عرفناهم بالصدق وأن لا تأخذهم بالله لما تلائم وعندهم معاهد وعندهم مؤسسات فإشعال فيها جزءا من وقتك وباقي الوقت للتجارة وجمع المال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر